هذه استكمالاً للمعلومات الاستخباراتية حسب الجيش الإسرائيلي وأن هناك مواقع تابعة لحزب الله أو بونا تحتية وحتى ربما منصات لإطلاق الصواريخ للشمال الإسرائيلي لذلك ما زالت الطائرات الحربية يعني تقوم بقصف أي منطقة تقوم بالاشتباه بها بأنها تواجد فيها عناصر من حزب الله أو حتى بونا تحتية تابعة للحزب لذلك تستمر بتوجيه الضربات لهذه المنطقة هل هناك معلومات رشحت عن المدى الوقت الذي ستستمر فيه هذه الضربات هل هناك إعلام من إسرائيل متى ستنتهي هذه الحملة؟ بطبيعة الحال إسرائيل لا تقول لعدوها ماذا تريد أن تفعل ولمتى تريد أن تقوم بإطلاق هذه الصواريخ فقط عن معلومات استخباراتية إذا كان هناك تهديد معين الاستخبارات الإسرائيلية شك في أنه يقوم بتهديد المناطق الشمالية يقوم باستهدافه وبطبيعة الحال لن يكون هناك خطة من قبل الجيش الإسرائيلي واضحة للعلن وواضحة حتى للأعلام سواء الإسرائيلي أو حتى العربي هناك حديث عن اجتماع مرتقب للحكومة الإسرائيلية مساء اليوم في مقر وزارة الدفاع هل رشح أي معلومات عن هذا الاجتماع حتى الآن بالفعل حتى صباحا اليوم في ساعات الصباح عندما بدأ هذا التصعيد توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير الدفاع في اجتماع لمراقبة الأوضاع والاستطلاع على آخر التطورات وآخر المستجدات التي حدثت كان هناك بالفعل تقييما للأوضاع خلال الساعات الصباحية نظرا لهذا التطور اللافت حقيقة حتى يعني مطار بنغوريوريا الدولي كان قد توقف عن تحليق طائراته وتم إغلاقه لساعات معينة وإغلاق الجو الإسرائيلي ولكن مساء اليوم من المتوقع أن يكون هناك جلسة لتقييم الأوضاع وربما للحديث عن إذا كانت إسرائيل تترقب أن يكون هناك ردا من حزب الله أيضا ثانا لأن حزب الله كان قد أعلن أن هذا الرد هو مجرد رد مبدئي وانتهى لليوم ولكن في الأيام القريبة القادمة من المحتمل أن يكون هناك ردا آخر من حزب الله لذلك رفعت حالة التأهب وما زالت حقيقة هي منذ أشهر إسرائيل في حالة من الترقب والتوتر في الجبهة الشمالية وهذا الموضوع من المحتمل أن يستمر لفترة طويلة حتى يكون قد انتهى الرد من حزب الله كنت قد نقلت معلومات لانا عن أن حزب الله كان يخطط لاستهداف مقر الموساد ووحدة ثمانية ألاف ومائتين شمال تل أبيب وحزب الله كان تحدث عن نقاط نوعية استهدافها هل تم تأكيد هذه المعلومات وهل هناك نقاط أخرى تمكن حزب الله من استهدافها وهي تعتبر حيوية أو رئيسية للجيش الإسرائيلي وإسرائيل حتى الآن حقيقة منذ ساعات الصباح يعني الجيش الإسرائيلي لم يتحدث عن تفاصيل الاستهداف هو فقط تحدث بشكل واضح أنه قام بضربة استباقية لحزب الله ولكن لم يكن هناك تفاصيل إن فعلا نجحت أو نجح حزب الله باستهداف المواقع العسكرية ولكن من ناحية أخرى حزب الله كانت قد تحدث عن استهداف عشر مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بمواقع مختلفة سواء في الجليل الأعلى الغربي أو حتى في الجلان السوري المحتلح حيث يكون هناك أيضا مواقع أو تكنات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي هراك تكتم كبير إذا كانت قد نجحت خاصة بأن الجيش الإسرائيلي لم يتحدث عن أي إصابات لا بصفوف الجيش الإسرائيلي ولا حتى بصفوف الإسرائيلي نعم شكرا جزيلا لك كنت معنا من القدس مراسلة الحدث لاناكو الغاصي